تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حفاظا على الأبناء وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاحه مشروعات جديدة في مجمع صناعة الكيموية بمحافظة الجيزة إن الدولة مسؤولة عن وضع القواعد والنظم للحفاظ على الأسرة المصرية وأنه يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد موضوع الأحوال الشخصية كده إحنا قلنا شوية ملامح للقانون والنخبة اللي اشتغلت فيه من يعني يعني متمنين أنه هم أخذوا كل وجهات النظر وتم ترحاها لأن الناس دي كانت بتشوف الكلام ده ويقعد على منصة القضاء على مدى 30 سنة واكتر فشافت مشاكل كتير فالملامح الرسائي اللي هي اتقلت لكم كده لكن ده مش معناه وسيد وزال عدلي موجود مش كده يعني أنتوا عمليين حسابكم وأن أنتوا تعملوا حوار مجتمعي